السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض عجينة الفلافل او عجينة الطعمية بالشكل الرائع اللي انت شايفين ده مش عاوز اقولك زي اللي بيجي بيها منبرة بالزبط ولكن حرفيا حرفيا احلى كتير من اللي بيجي بيها منبرة ازاي تطلع معيك النعمة النعمية دي وفتحة بالشكل ده من غير اي ادفات ولا بيكينج بودر ولا بيكينج سودا ولا عيش مبلول ولا اي افتكاسة من الافتكاسات اللي كلنا عارفين هذي نتيجة اكتر من رائعة طعمية هشة جدا جدا منها فاتح جدا مش مكتومة ومقرمشة زي ما انتو شايفين والطعم جمال وده اهم حاجة اكتر من رائع وحرفيا احلى من اللي بيجي بيها منبرة لو مهتم بالتفاصيل يلا بينا تعالي ادخلي برجلك اليمين وتابع الفيديو بالتفاصيل ولو الفيديو عجبك ولو الطريقة عجبتك ارجوكي ما تنسينيش شير لايك والسبسكرايب هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحضير اول حاجة موجودة معي وهي الفول الماتشوش بيكون شكله زي ما انت شايفة بالمنظر ده سواء هتجيبي من عند العطار او هتجيبي من السوبر ماركت اي ان كان اللي هتحضرين المهم لحباية تكون سليمة بالشكل ده وتكون نظيفة كويس جدا ومحتاجة كمان نص كيلو فقط من الفول الماتشوش وتقدري طبعا تضاعف الكمية زي ما تحب حضرت عندي هنا الفول وهنقعه في الماء الموت 12 دقايق فقط لحد ما ينسل كل الرواسب اللي موجودة فيه وهبتدي تحت الحنفية اغسله غسلة محترمة جدا جدا تخرج منه اي شوائب او اي اتربة بالشكل الان شايفي ده وده كده شكله بعد ما غسلته كويس جدا دلوقتي هضيف عليه كمية مية كويسة جدا وهسيبه يتنقع من 12 14 16 ساعة يعني مش اكتر من كده حوالي 18 ساعة ممكن كويس جدا لو اضطرت يوبات معاك مفيش اي مشكلة ان شاء الله بعد كده اضيفته في المصفى تاني يوم واسبته في المصفى علشان ينسل اي مية زيادة موجودة فيه الخطوة اللي بعد كده هبتدي احضر كمية الخضار اللي موجودة معي اللي هضيفها على الطعمية عندي هنا من التوم حوالي 5 او 6 فصوص من التوم بالشكل اللي انت شايفي ده وبعد كده الكرات عندي ربطة من الكرات طبعا هشيل اي حاجة فيها مش كويسة اي قطع صفرة او اي قطع متبهدلة هشيلها ربطة من الكرات حوالي 50 جرام ومعي كمان حوالي 50 جرام من الكزبرة الخضرة بالشكل ده طبعا الخضار متنقي كويس جدا ونضيف كويس جدا جدا قطعتهم وضفتهم على باقي المكونات وبعد كده معي 3 بصلات صغيرين او بصلاية بحجم متوسط ما تكتريش من البصل كفاية بصلاية بحجم متوسط قطعتها بالشكل ده وضفتها على باقي المكونات ودي فقط كل المكونات اللي موجودة معي للطعمية في المرحلة اللي بعد كده انا عندي هنا المطحنة او كبة تكون بحجم صغير الان شايفي ده لاني نتجتها بتكون ممتازة نتجتها افضل جتير جدا جدا ما شاء الله عن الخلط وعن الكبة اللي بيكون حجمها واسع وكل اللي بتعمله انها بتكسر الحبوب وبتكسر للخضار فقط لغير انا عايزة حاجة تطحن المكونات كلها مع بعض ضفت كمية من الفول والخضار اللي موجود معي في قلب المطحنة او في قلب الكبل صغيرة وطبعا عندي المية عامل المساعد علشان المكونات دي تطحن مع بعض خويس جدا جدا انا بضيف المية معلقة معلقة لحد ما المكونات تندمج او تطحن خويس جدا بالشكل ده يعني مش بتغاشم وبطلق كمية مية كبيرة مرة واحدة لقبل معلقة بمعلقة كده لحد ما المطحنة تبتدي تمشي معي ونتيجة العجينة توصل للشكل اللي انت شايفي ده كده النتيجة دي ممتازة جدا جدا هتتبع نفس الخطوات في بقية الكمية اللي موجودة معي وبعد كده هبتدي أضيف الكمية في قلب البولة اللي هرفعها على العجين أو في أي بولة عادية للخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده هرفع البولة على العجين وهبتدي بالمضرب أضربها حوالي 10 دقاي طبعا تقدري تستغني عن الخطوة دي هي العجينة كانت هشة جدا جدا فممكن لو مش متوفر عندك مضرب البيت لأن سبق وحذرنا الخطوات دي في فيديو مسبق على القناة العجينة الطعمية بمضرب البيت وكانت النتيجة أكتر من ممتازة فتقدري تستخدمي العجين أو تقدري تستخدمي مضرب البيت اللي اتنين هيبدوكي نفس النتيجة لكن لو مش متوفر عندك ولا دا ولا دا تقدري بمضرب اليدوي بالمضرب اليدوي هيديكي برضو نتيجة قريبة جدا جدا لو مش موجود لدى ولا دا تقدري العجينة على الحالة بتاعتها دي هتتقلي معيك وهتكون اكتر من ممتازة ولكن المطرب هيدي للعجينة فيليوم هيخليها كده هشة بشكل فظيع فانصحك لما تجربيها ان شاء الله لاني متأكدة انك هجيتها تجربيها باذن الله استخدمي اي مطرب علشان تاخدي النتيجة الممتازة دي بعد ضرب حوالي 10 دقايق ده كده كان شكل عجينة الطعمية يعني اتى حداكي لو انت بتجيب عجينة الطعمية من عند المطعم بالنتيجة او بالطريقة او بالشكل الرائع اللي انت شايفها ده النتيجة ممتازة 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 انصحك فعلا تجربيها بعد ما حضرنا العجينة بتاعت الفلافل او الطعمية دلوقتي هندخل على المرحلة الاخيرة والمهمة جدا جدا بالنسبالي علشان احكم في النتيجة وفي الطعم وفي الشكل وفي كل حاجة جبنا قطعة من عجينة الطعمية وبهرناها بشوية من الكمون شوية من الكسبرة النشفة وكمان شوية صغيرة جدا من الملح وحضرنا بقى الزيت طبعا الزيت يكون صخن جدا جدا وشوية من المية في بولة شوية من الكسبرة النشفة النعمة المفروض تكون كسبرة خشنة ولكن اللي موجودة عندي كسبرة نعمة وشوية من السمسم هبتدي بقى اجيب قطعة الطعمية طبعا هابيل لأيدي وهجيب قطعة من الطعمية وإيدي التانية هابيل لها وهنزلة في السمسم او الكسبرة علشان السمسم او الكسبرة يمسك فيها وبعد كده بإيدي التانية هجيب قطعة العجينة في إيدي الاولانية اللي انا حددت فيها السمسم او الكوزبرة وبعد كده هنزل عليها او هنزل بيها في الزيت على طول بالشكل ده طبعا تكوني حريصة كويس جدا جدا وانتي بتتبعي الخطوات دي علشان اللي قدر الله ما تقزيش نفسك من حرارة الزيت او السخنية بتاعت الزيت لو مش حابة تعملي كل الهرجالة وكل الخطوات دي انا بعتبرها هرجالة لان صراحة بستسهل كتير جدا الخطوة اللي انتو شايفينها دي بضيف كمية عجينة الطعمية في كيس بلاستيك كيس التلاجة العادي وبفتح فيه فتحة وبقدية على طول كده باخد قطعة العجينة وارميها على طول فقل بالزيت طبعا مهم جدا الزيت يكون سخن كويس جدا علشان اول ما تنزلي بالفلافل فقل بالزيت الطعمية او الفلفلاية تطلع على وش الزيت ما تنزلش لتحته بالتالي هتشرب كمية الزيت كبيرة جدا وطبعا بعد حوالي 3 او 4 دقيقة ده كده كانت شكل الفلافل اخدت لون حلو جدا جدا ومخرجتهاش من الزيت غيروانا متأكدة انها استويت من جوة طبعا العجينة هشة مش مكتومة فما اخدتش وقت طويل فقل بالزيت وزي ما انتو شايفين الفلافل او الطعمية هشة جدا واغتلون من بره اكتر من رائع ما ارمشة ولونها من جوة فاتح اخطر حلوة جدا مش مكتومة ومش معجنة يعني مفيش ولا اجمل ولا الاز من كده فلافل او طعمية ممكن تعمليها انصحك فعلا تجربيها موفرة يعني شوية مجهود تعملي كمية جبيرة كده مع بعضها وتجربت الفريزر هتطلعيها من الفريزر على حالات هوية مجمدة هتسيبيها لما تفك وبعد ما تفك تماما هتدقي بالمضرب تضربيها ضربتين ثلاثة او كمان تدلها كمان بضاية هتكون هاجلة جدا وهتقليها هتديكي نتيجة اكتر من ممتازة طعمية كمان اكلة من الاكلات المصرية المحبوبة جدا 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 يعني من غير مبالغة ومن غير حلفان حرفيا حرفيا دي افضل نتيجة انا جربتها لعجينة الفلافل او الطعمية في قلب البيض نتيجة ممتازة جدا جدا والمقادير بسيطة جدا جدا من غير اي كلكيع اتمنى من كل قلب تجربين وبس كده يا شابة لحد هنا الفيديو بتاعي خلص ووصفتي ليكم النهاردة خلصت اتمنى من كل قلبي الفيديو والوصفة تكون عجبتكم لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش فيشير واللايك والسبسكرايب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة دمدم امينين يا احلى متابعين